في هذه الفطرة التي شاهدنا فيها اتفاق سعودي إيراني وهو اتفاق أمني بالمطلق وأيضا ما يجري من خلال العلاقات عودة العلاقات وتطبيعها مع نظام الأسد حيث تم استقبال وزير الخارجية التابع لنظام بشار الأسد في السعودية والعودة إلى فتح قنسلية وهذا يجري تفسيرهم بعض الأبواق لنظام الجزائري على أساس أنه دليل قاطع على قوة الدبلوماسية الجزائرية وصحة نظرتها وعمقها ومسارها على أساس أن الدبلوماسية الجزائرية لم تعادي الأسد من قبل وأنها لم تعادي إيران وأنها ظلت دائما تدعو إلى الحوار وتدعو إلى مثل هذه الأمور معناها أن ما يجري الآن هو عودة للخيارات التي راهنت عليها الجزائر من قبل وهذا دليل على نجاح وعمق النظر لدى وزارة الخارجية ولدى دبلوماسية النظام العسكري هذه مغالطة كبرى يجري الترويج لها وهي مغالطة غبية جدا من جميع النواحي أولا أن الجزائر لم تكن حيادية في هذا الأمر لو أن الجزائر لم تتخندق مع إيران ولم تدافع عن ميليشيات إيران ولم تقف مع نظام الأسد وتدعمه استخباريا وأمنيا وحتى عسكريا وما إلى ذلك من هذه الأمور لقلنا بأن هذه دبلوماسية رائدة وراشدة بمعنى الكريمة لكن أن الجزائر كانت في هذا المحور ولذلك لا يمكن الإشادة بديبلوماسية هي أصلا متخندقة مع هذا المحور فهنا الدبلوماسية الجزائرية مع إيران الدبلوماسية العراقية في ظل النظام القائم الآن الموالي للحرص الثوري أيضا مع إيران دبلوماسية لبنان الذي يخضع لسلطة حزب الله أيضا مع إيران هذا هو المحور الذي فيه الجزائر لذلك لا يمكن أن تفسير دبلوماسية محور ينتمي إلى محور معين على أنها دبلوماسية راشدة لذلك هذه المغالطة من هذا الجانب فالجزائر مواقفها مؤيدة لإيران والجزائر في محور إيران الجزائر ترفض تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية وهذا الحزب ذهب إلى سوريا وقتل السوريين وارتكب المجازر وفي حين تصنف حركة رشد اللي هي فيها مجموعة من الأشخاص تصنفهم في قائمة الإرهاب تصنف الماك الذي ليس له جناح مسلح عنده موقف سياسي معين وهو عنده نزعة انفصالية بلا أدنى شك مواقفنا واضحة في هذا الأمر ولكن ما كان فيه دليل يثبت أنه عنده علاقة بالإرهاب أمر آخر أن الجزائر تتهم جزائريين ينشروا منشرات في فيسبوك بالإرهاب في حين ترفض تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية رغم أنه قتل الناس ارتكب المجازر وفي وضح النهار وكانت عنده معسكرات نفس الشيء بالنسبة للحرس الثوري فيلق القدس قام باغتيالات خائف الخارج استهدف مجاهدي خلق استهدف الناشطين الأحوازيين وكثير من هذه الأمور ونشر المخدرات وما إلى ذلك والجزائر في الصفهات أنا أقولها لكم لو أن الجزائر كانت حيادية في المشهد السوري تدعو إلى الحوار واستماع إلى الشعب إذا أرادت أن تدعم إنسانيا مثلا مثل الزلزال ترسل مساعدات إلى مواقع النظام وأيضا بالقيمة نفسها وبالمستوى نفسه ترسل مساعدات إلى المناطق الأخرى للشعب السوري لو كانت هذه مواقفها أنها في إيران مثلا ترفض تدخلات إيران وميليشياتها وأعمالها الإرهابية في الدول ولكن في نفس الوقت ترفض التصعيد مع إيران لو كانت هذه المواقف المتوازنة مثلا مع الروس لو أن الجزائر تقول أنه مع الروس لا ينفع معهم إلا الحل السياسي والحوار من أجل حل الأزمات وفي نفس الوقت ترفض اعتداء وغزو روسيا إلى أوكرانيا هذه هي المواقف انتعى الدول لعندها مبادئ ولكن الجزائر لم يسجل لها يوما أن انتقدت إيران ولا انتقدت الميليشيات نددت من قبل بمحاولة استهداف مكة المكرمة وببعض الأعمال اللي قام بها الحوثي ولكنها لم تصنفوا إرهابي رغم أنه ميليشيا مسلحة مش تابعة للدولة استولت على العاصمة وأسقطت شرعية الدولة وتحكم في الناس هناك بالسلاح وطبعا مش الحوثي وحده الحرس الثوري موجود فيلق القدس موجود هل سمعتم يوما الجزائر أنها نددت بهذا التدخل؟ الجزائر من مبادئها أنها ترفض التدخل في شؤون الدول لم تدن يوما تدخلات إيران في المنطقة موسيقى موسيقى موسيقى